اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا وأوجد التحية والترحيب بضيف الكاتب والإعلام العراقية دكتور أيمان خارد اهلا ومرحبا بكم معنا مجددا اهلا ومرحبا بكم اليوم يعني في دقائق هذه الفقرة الثانية نفتحها فيما يتعلق بملف لايق الأهمية أيضا عن موضوع تشكيل الحكومة عودة داعش ونشاط داعش وعمليات إرهابية منذ شهرين تقريبا وحتى الآن نتابع عمليات إرهابية في عدة محافظات في العراق وخصوصا ربما المحافظات السنية بشكل أو بآخر كيف تنظرون في البداية لعودة نشاط داعش هل من دلالات في هذا التوقيت تحديدا نعم شوفي أن هذا موضوع داعش أنا أعتقد أنه من المواضيع التي أصبح الحديث فيها هو أكيد يعني مهم لكنه يعني وصلنا إلى مرحلة من فهم أنه هذا النشاط أو هذا التنظيم المقلق الذي يظهر بين فترة وأخرى بمفارق تاريخية يعني معينة سواء في العراق أو في غير العراق يجعلنا نقول بأنه الشيء الأكثر توقع عن ظهور داعش في هذه المرحلة كلنا توقعنا ليس هناك أحد حتى الناس البسطاء يمكن رحلة قالوا أنه داعش سيظهر لأنه من خلال هذا التنظيم يتم تنظيم أمور أخرى يعني إنجاز مراحل أخرى إحنا كنا شوي متأخرين يعني كنا نقول أنه لما تمت الانتفاضة العراقية أو نزل المواطن العراقي إلى الشارع كنا ننتظر أن يعلن عن ظهور داعش كما حصل هذا الأمر في عام 2016 وتحدثني فيها قلنا عندما دخلوا في حينها لا تذكر إلى مكاتل رئيس الوزراء صحيح قالوا لهم هناك داعش وذهبوا الجميع إلى المعركة وبعد أنهوا المعركة وأنهوا المحافظات المهمة وأسقطوا البيوت على رأس ساكنها لم نفهم داعش أين ذهب إلا أنه قال في حينها العبادي أنه حفل كبير في بغداد وانتصروا وانتصرنا خلصته كذلك ترامب احتفلوا احتفلوا قالوا أنه نهائيا انتهى ونحن فيه كل متابع لهذا الأمر يضحكنا على هذا الموضوع لأننا نعرف أن هذه اللعبة كما انتهت تعاد هي لعبة انتهت وعادوها فبسم الله عادوها مرة طيب اليوم العوامل التي ساهمت بعودة تنظيم داعش لنشاطه في العراق بالتأكيد هناك عوامل ساهمت بذلك هو ظاهريا ضعف الحكومة انقسام السياسي بالتأكيد انقسام السياسي ضعف الحكومة تردي الأوضاع المعاشية الانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية هذه ظواهر على الأرض لكن هل حقيقة يعني هل كنا نتوقع عندما عندما كنا نقول في البداية لم يكن هناك انسحاب أمريكي صح؟ لم يكن هناك انسحاب أمريكي لم يكن هناك خلافات؟ قلنا ستعود إذن هذا الملف هو ملف خطير يستدعى مع كل لحظة من لحظات التاريخية المراد بها التغيير من الذي استدعى هذا الملف اليوم؟ الأطراف المتنازعة ما هوها؟ كل لصالحها يعني داعش هو لصالح حكومة العراقية لأنه هو إرهاب داعش إرهاب والإرهاب السياسي وإرهاب السياسي هو من جزء منه إرهاب الدولة لآت المتحدة الأمريكية لها المصلحة في ذلك وإيران كل الأطراف فقط الشعب العراقي ليس لديه مصلحة بهذا الموضوع هو الخاسر الوحيد لكن الأطراف المتنازعة الحاكمة التي لديها القدرة على استدعاء داعش وغير داعش هي التي تمتلك القوة على استدعاء هذا المارد القوة المالية القوة على الأرض القوة فيه العلاقات الدولية إذن هذا يستدعيه هذا التنظيم هو تنظيم يستدعيه الكبار اللي هما الآن على الساحة العراقية هي الأحزاب السياسية الحاكمة اللي هي الآن كلها متهمة بإرهاب الدولة والواقع المتحدة الأمريكية اللي أتاحت الملف المشهد العراقي لكثير من الإرهاب هي ضربت المنظومة الأمنية وهي السبب في الاحتلال العراق إذن عندما نأتي فنسبب الأسباب أو نعيد الأشياء إلى مسبباتها نجد الواقع المتحدة الأمريكية على رأس هذا الملف وانسحابها من الجزء من بعض القواعدة العسكرية ساهم وحفز رغبة داعش طبعاً لأنه هي قادرة على أن تنسحب في أي وقت وقادرة على أن تعود وهذه هي النقطة المهمة يعني هذه القوة الميدانية الأمريكية القدرة هي تساعدها يعني بقاها في المكان قادرة على أن تشكل أي حالة وعندما تنسحب تترك الفراغ وهي هذه سياسة سياسة خلق الفراغ وملء الفراغ هي قادرة على أن تخلق الفراغ وقادرة على أن تملأه لذلك هذا الانسحاب وأنا تحدثت هنا يعني أعتقد معاك تحدثت بهذا الأمر قلت لك أولادة المتحدة الأمريكية خطورة بوجودها وقادرة على أن تخلق الخطورة بخرجها بخرجها فتجعل آخرين متعلقين بها لكن مصير التنسيق اليوم بين الجانبين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية أو التحالف بشكل عام بقيادة الولايات المتحدة إلى أين سيكون ما هو مصير ما بعدها اليوم العمليات الأرهابية ويعني أسفرت عن ضحايا كثيرة في العراق لأنه الآن موضوع التنسيق باستخبارات ضعفة فالحكومة العراقية أو القوات الأمنية العراقية غير قادرة على مواجهة سيطلبون تطلع الولايات المتحدة الأمريكية وطلبوا منها مثل ما عملوا بالاتفاقية الأمنية عام 2008 هم كتبوا بأحدى فقراتها هي حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود وتتدخل ميدانية في حالة تعرض البلد إلى أي إرهاب أو تعرض الولايات المتحدة الأمريكية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لحيقول لنا العودة هالمرة نفس الشيء سيقولون هناك إرهاب ويحق لنا العودة وبعض من البرلمانيين العراقيين قالوا بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج ويجب علينا إنهاء هذه المعاهدة سيعود السياسيين العراقيين يقول نحن نحتاج الجهد لاستخبارات ونحتاج الطائرات لأنه المجال الجوي تحت المراقبة الأمريكية فنحتاج الولايات المتحدة الأمريكية فسنأتي في الشهر السادس ونوقع معهم على تجديد المعاهدة ولكن بشروط أقصى وهذه من البداية عيد الكلام اللي يقولنا ستجدونه نفس الكلام ونفس السنار من 2008 كنا نقول هذا الكلام يعني هي هذا وقلنا وأنت أكيد حفظتها ربما أننا كررتها كثيرا جدا يعني المعاهدات غير المتكافئة المعقودة وقت الحروب هذه معاهدات اللي هي نواتج الحروب معاهدات الذل معاهدات الإذعان معاهدات الإهانة بعد أن تحتل الدول الكبيرة تحتل أي دولة تخضع الدولة الواقعة تحت الاحتلال على التوقيع على شروط مذلة يفرضها القوي وهذا ما يحصل في العراق هذه المسألة هي ليس اختراع أو شيء وإنما هذا شيء مكتوب واضح وسيناريو مفتوح إذن نتابع وإياكم الآن دكتور ردود الفعل في العراق حول موضوع سيناريو الحكومة تشكيل الحكومة وأيضا عودة داعش من خلال ردود الفعل في موقع تويتر نبدأ في التغريدة الأولى مشاهدين الكرام اللي سيد عزة الشابندر كتب في هذه التغريدة وقال مخترعوا بدعة الوزير يجب أن يكون مستقلا يحاولون فرض هذه المصدر على غيرهم من الأطراف وإذا فشلوا فليس أمامهم سوى مخالفة الوحي بالانسحاب عنها أو القبول بحكم أكل لحم الميتة التي سبق وإن أكلوها ألف مرة هذه يعني هو بيطبقها على الحالات الضروية يعني يجوز أكل لحم الميتة في الضروية واخذها على نظرية القياس يعرفهم كثير لأنه من ضمن هذه الطبقة نعم التغريدة الثانية لسيد غالب الشابندر كتب أيضا في هذه التغريدة وقال الهراء المتداول حول نظرية داعش تريد احتلال بغداد لإسقاط النظام مجرد هراء قادت المكون الشيعي جميعا أضروا المكون قصدا أو سهوا أو جهلا أو تغاضيا أعدموا الدواعش المحكومين بالإعدام كافي ترى والله فتكتب قلب الشعب فتكتب قلب الشعب في العامية العراق فتكتب قلب الشعب وضميره وكرامته ومستقبله وحضره كافي قهر ختم بالعامية العراقية هذا يؤيد كلام يقول لك أنه كان اللعبة أنتم عارفينها ورح تقولون أنه جاء داعش وصلت إلى بغداد وتقومون تلعبون دور نفسه والشعب هو الخاسر في هذه النقطة التغريدة الثالثة لسيد مجاهد الطائي كتب في هذه التغريدة هو أيضا وتحدث وقال داعش لا تستطيع العودة كما حصل في 2014 سوى تنفيذ خرقات هنا وهناك بسبب توقف الجهود الاستخباراتية والتقنية التي كان يوفرها التحالف الدولي مما سهل التواصل لخلايا التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية لكن الاستمرار بنفس الأسلوب التقليدي في مواجهتها لن يقضي على داعش أو يوقف خرقاتها لأنه داعش لم تأتي 2014 أتت باسم داعش لكنه الحق كان المؤثر هو مؤثر كبير ليس من الطبيعة أن يحتر نصف بلد في خلال يومين لو لم تكن هناك قوة استخباراتية وقوة إعلامية وقوة دعائية ففعلا ما يحتاجه استدعاء داعش بجزئية ما ليس كما في 2014 كان في 2014 محتاجين لداعش الكبير الآن محتاجين دواعشيات خرقات ونوعنا كما قال لأنهم كانوا قد نفذوا بالداعشية الكبيرة ما نفذوهم خالفين راشد الحبد الآن أما التغريدة الرابعة مشاهدين لمشرق عباس كتب في هذه التغريدة أيضا وتحدث وقال داعش ليس مرضا أبديا في جسد العراق وليس قدرا هو فيروس فقط يقوي أو يقوى مع ضعف جسد الدولة وينهار أمام مناعة الدولة الخلود لشهداء العراق والتحية لشبابنا الأبطال المرابطين للدفاع عنه في خندق الشرف تشبيه جميل يعني هو جاء يقول لك كل ما يمرض هذا الجسم يظهر هذا الفيروس نعم تشبيه جيد صحيح أشكرك جزيلا دكتور أيمان خالد الكاتب الإعلامي العراقي شكرا لك جزيلا على المشاركة شكرا لكم تحياتي لك حياكم الله مرحبا بك كما أشكر مشاهدين الكرام ضيفي الذي شاركنا في الفقرة الأولى من البرنامج دكتور هلالة دليمي الباحث والمحلل السياسي العراقي والشكر لكم موصول بطبيعة الحال على حسن وطيب المتابعة نلقاكم في حلقات قادمة بما شئتنا إلى اللقاء شكرا